بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكل متابعين تطبيق سوين جديد على برنامج الأكسل يفيدك يستغنيك عن هذه الجداول كليته والجداول الأخرى اللي موجودة هذي بالأنترنت فسويناه بالموبايل مجرد تنزل تطبيق الأكسل ويشتغل عندك بصورة صحيحة فراح نجرب هسوياكم هنا يا مثلا عندنا صفر بنجي هنا كتابة صفر سبعين نضطيق هنا نشوفوا الصفر سبعين طلع عندنا يا اللي هو جقد هنا اثنين وعشرين الصفر سبعين القطر مات اثنين وعشرين نجي بالدوزيم طبعا نكون دول اللي عندنا عربية مثل صور سوريا والأردن ومصر يستخدمون الدوزيم فطلع لي هنا هنا هي سبع دوزيم دي شوفوا هذا سبع دوزيم وطلع لي وياها سبع دوزيم هذا وياها طلع عندنا المساحة المقطع اللي هو صفر تسعة وتلاثين تقريبا هنا هي تشوفها صفر تسعة وتلاثين هاي مساحة المقطع والأمبير مات إذا أكو تهوية وإذا ما أكو تهوية يعني ويا التهوية تحمل تقريبا اثنين وستة أمبير وبدون تهوية واحد وتسعة أمبير الشغلة الأخرى الحلوة اللي تفيدنا دائما هو التحويل من ألمنيوم لنحاص يعني مثلا عندنا الألمنيوم نكتب له هنايا صفر سبعين هذا الألمنيوم اش قدي عادل نحاص طلع لي ياها صفر واحد وستين يعني قيتش ثلاثة وعشرين صفر واحد ستين هنا نطلع ثلاثة وعشرين اللي هو هذا صفر ستين زنعيني فما يحتاج بعد جداول وشغلات أخرى الشغلة الأخرى مثلا عندنا تحويل من قطر واحد لعدة أقطار يعني مثلا المكافئات مالتهم نجي هنايا صفر سبعين هذا إذا أريد أحاوله بسلكين يعني أنا ما عندي صفر سبعين بس أنا أردح هوله قياس قطرين هنا يضطي أنتر رح يطلع لنا إياها كل واحد صفر تقريبا خمسين اللي هو طبعا هنا بالمكافئات موجود إحنا مسوينا هنا لاحظ صفر خمسة وعشرين زائل صفر خمسة وعشرين يعني سلكين سلكين خمسة وعشرين خمسة وعشرين هنا إذا نرجع عليه صفر خمسين لاحظ فإذا رح تكون كل السهلة عملية التحويل بين قطر وقطر أحيانا تجيك مثلا أسلاك يعني مثلا أريد نقول لي هذا أريد نقول لي إجمعنا مثلا خلنا نجرب هنا السبع وعشرين هو صفر أربعين صفر أربعين إجمعنا ويا الستة وعشرين صفر خمسة وعشرين صفر خمسة وعشرين رح نطي أنتر هنا شوف شن المعادلة هنا طلعنا صفر ستين صفر ستين اللي هو هنا لاحظ قتش تلاثة وعشرين نجع عجدول تلاثة وعشرين صفر ستين فإذن سهلة عندنا العملية صارت كل السهلة وما يحتاج بعد جداول نحتفظ بيها مجرد هذا التطبيق هو برنامج أكسل تنزله بالموبايل ماتك ويفتحه عن طريق الرابط الرح أنزلكم إياه بالمنشور فحبيت نوركم على هاي الشغلة تحياتنا لكم وشكرا لكم